بسم الله الرحمن الرحيم أسادة المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتواصل مع حضراتكم حلقات سلسلة خدام السحر قلنا من قبل إنها سلسلة تحذيرية نحذر فيها أحبابنا وأصحابنا من الوقوع في شر السحرة والساحرين والمشعوذين ونذكر فيها أيضا أعمالهم وأسحارهم وكيفية إبطالها والنجاة من شرها بإذن الله سبحانه وتعالى فيما مضى من حلقات بدأت معكم الحكاية من أولها كيف يصبح الإنسان سحرا وكيف يستطيع أن يهيمن ويسيطره على جماعة من الجن يكونون له خدما وأعوانا على الشر والمنكر والفساد أجارا الله سبحانه وتعالى وإياكم وفي هذه الحلقة ستحدث معكم عن أخطر نوع من أنواع السحر وذا أذكر لكم في هذه الحلقة أيضا لماذا هو أخطر نوع من أنواع السحر ألا وهو السحر المرشوش أو ما نعرفه نحن بسحر التخطية ترى ما هو السحر المرشوش كيف يتم عمله ما هي أعراضه كيفية العلاج والنجاة من شره بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة فكونوا معنا وتابعونا حتى النهاية أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ذكرنا من قبل أن أي سحر في الدنيا لابد أن يعتمد على شيئين لا سالسة لهم في إنفاذ سحره وتنفيذه إما سحر الطلاسم وإما سحر النجوم وذكرنا أيضا أن سحر الطلاسم ينقسم إلى السحر المأكول السحر المشروب السحر المرشوش السحر الأثر وذكرنا أيضا أن سحر النجوم لا يندجج تحته إلا نوع واحد من أنواع السحر ألا وهو سحر الإرسال والتأثير عن بعد واليوم نتحدث عن نوع خطير جدا من أنواع سحر الطلاسم ألا وهو السحر المرشوش وهو عبارة أن الساحر يقرأ طلاسمه اللعينة على الماء ثم يعطيها لطالب السحر ويقول له اذهب إلى بيت من قصد بالسحر ورشها أمامه في طريق هو يمشي عليها بمجرد أن يتخطاها المقصود بالسحر يتلبس فيه السحر مباشرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى لماذا يا جماعة الخير السحر المرشوش من أخطر وأصعب أنواع السحر لأنه ليس فيه كلفة ولا تعب ولا مشقة على صانع السحر ولا على طالب السحر يعني النهاردة بإمكان أي إنسان أن يذهب إلى ساحر خبيس يقرأ طلاسما معينة سحرية على الماء ثم يعطيها له ويقول له اذهب إلى من قصر بالسحر فرشها أمامه في طريق ويمشي عليها وأكثر الناس يتخطون ذلك الماء ولا يعرفون أيضا بسلامة نية يعني لا يعرفون أنهم يمشون على سحر ولا أنهم تخطوا سحرا خبيسا لعينا بخلاف مثلا السحر المشروب والسحر المأكول وسحر الأسر يعني السحر المأكول والمشروب أنت لابد أن تكون على علاقة وطيدة بالمسحور أو بالمقصود بالسحر حتى تضعها له في أكل مأهو أو تضعها له في شراب يشربه كذلك سحر الأسر أنت لابد أن تكون على علاقة وطيدة معه حتى تستطيع أن تأخذ الأسر الذي كتب عليه السحر طلاسمه اللعينة فتدفنه له في بيته أو تدفنه له في مكان هو يسكن فيه أو يقطن فيه أو حتى يعمل فيه إنما السحر المرشوف سهل خالص هتخل الميت كبهة جدا بالعتبة البيب في الشارع أمام عمله أمام محله في طريق أنت متأكد أنه يمشي عليها فيتلبس به السحر مباشرة أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم طيب هذا السحر يا جماعة الخير ليس هذا السحر وحده يعني أي سحر له أعراض له أعراض ونريد أن نفرق يعني أنا وإن كنت مش عايزة أطول عليك لكن معلومات مهمة والله نريد أن نفرق بين أعراض السحر وأهداف السحر عشان الناس بتخلط منهم الأعراض دي الحاجات اللي أنت بتظهر عليك تظهر عليك في جسدك تظهر عليك عضويا إنما أهداف السحر دي حاجة تاني شيء آخر وسأوضحه الإثنين أعراض السحر يا جماعة الخير السحر المرشوش الذي نحكى عنه الآن أولا ألب شديد أسفل القدمين أسفل القدمين تشعر بآلام شديدة وألام مبرحة خصوصا حينما تتهيأ للنوم يوقع أدي أول عرض العرض الثاني حدوث قشعريرة ورعدة ورعية في الجسد انتفاضة كده يعني كلما تخطيت في المكان الذي رش لك السحر فيه يعني كلما تمشي على المكان اللي أنت تخطيت عليه السحر تحس بنفضة كده وقشعريرة في جسمك كأنه شيء بينفضك ثالثا ارتخاء في عضلات الجسم أثناء الماشي قبل ما يتخطى الإنسان السحر المرشوش أجار الله وإياكم كان نشيطا كان ليس فيه خمول لا يشعر بالتعب كان حيويا كان كله طاقة يعمل لا بمجرد أن يتخطى ذلك السحر اللعين والعياذ بالله لا يريد أن يقوم من على سريده لا يريد أن يخرج من بيته لا يريد أن يزاول عمله يحدث له خمول وكسل تام في هذه الحالة يشك أنه تخطى سحرا مرشوشا والعياذ بالله سبحانه وتعالى كذلك ألم في أسفل الظهر في الفقرات القطنية أول ما تحس كده في ألم في الظهر من أسفل أعزك الله وتروح للطبيب ويعمل أشعة ويكشف عليك يقول لك الفقرات السليمة والظهر والعضلات تمام وليس أي مشاكل طب إيه القصة لا أحيانا الناس كثير تبحث عند الأطباء وليس العلاج عند الأطباء يعني جرب هذا وجرب هذا أنت ربما كنت خطيت سحرا قصدت به والعياذ بالله سبحانه وتعالى أجرنا الله وإياكم خمسة وأخيرا صداع ودوخة مستمرة صداع ودوخة مستمرة إنسان حس نفسه دايخ على طول يحس بصداع وخصوصا يا جماعة الخير صداع يترتب معك بعد العصر يأخذ مثلا من ساحة إلى ساعته ثم بعد ذلك تشفى أو يذهب أثر هذا الصداع دون أن تشعر له بألم أو يعني تشعر أنك أخذت له مسكنة طيب إذا حدث معك هذا الشيء تشك أيضا أنه أنت إيه اتخطيت سحرا مرشوشا دي يا جماعة الأعراض إنما الأهداف لا الأهداف شيء آخر الهدف ده هو اللي يتعمل لك عشانه السحر الله أعلم الإنسان بيتعمله السحر عشان إيه يعني إحنا عندنا سحر التعطيل بيتعمل السحر عشان يعطل حياتك يعطل مصالحك ده فيه التعطيل عن الزواج والتعطيل عن الخطوبة والتعطيل عن السفر والتعطيل عن المصلحة والتعطيل عن الكسب والتعطيل عن الرزق والتعطيل عن السفر والتعطيل عن الوظيفة ده سحر التعطيل ده 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 موال كبير كذلك فيه سحر بالمرض بتظهر الأعراض عليك آه لكن مش هو المرض اللي يكون مقصود لك به السحر والعزو بالله فيه عندنا سحر السل أجاراً الله وإياكم وفيه برضه سحر بيعمل للإنسان للضعف الجنسي وسحر يعني أنواع كثيرة من الأسحار التي يمكن لنا لا أستطيع أنه سعر الصرع والجنون كما قلت لكم لا أستطيع أن أحصيها عدداً يبقى فيه أعراض وفيه أهداف دي غير دي طيب كيف العلاج خلي بالك العلاج ويسور إن شاء الله سبحانه وتعالى هي رقية شرعية سأقرأها لك الآن وإنت تقرأها كما قرأت أنا أقول يا جماعة الخير ليس دائماً نحتاج أن نذهب إلى الراق الشرعي والله يا جماعة الخير بإمكاننا أن نفك السحر بأنفسنا كل اللي عليك تعمل أحبيبي في الله ستأتي بزجاجة مثل هذه بزجاجة مثل هذه ثم تقرأ عليها هذه الرقية التي سأقرأها الآن هنخذها كده وحدة وحدة وبعدها أقول لك هتعمل إيه بالزبط حتى نشفى من هذا السحر نهائياً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه زنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا ولا يفلح الساحر حيث أتا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا صدق الله العظيم إذن يا جماعة الخير إن الآن انتهينا من الرقية الشرعية التي تفط السحر خلي بالكم يا جماعة الخير الرقية ذي لفك السحر المأكول والمشروب والمرشوش لكن لكل سحر فيهم طريقة استخدام معينة مع هذه الرقية طيب إحنا قرأنا هذه الرقية على الماء الآن يا جماعة الخير ما الذي سنفعل؟ هذه الزجاجة سنزيدها على ماء كثير يعني إحنا ليس شرطا أن نقرأ على ماء كثير لا إنما نأتي بماء كثير ونزيد منه على هذا الماء المقروب بحيث الماء كله يختلط بالماء الذي قرأ عليه الرقية الشرعية ويصبح كله مرقيا بإذن الله سبحانه وتعالى ثم ستأخذ من هذا الماء الذي زدت عليه أصلا من هذا الماء ثم تفعل الآتي أولا تغتسل اغتسال الجنابة ثم تتوضى وتتأكد أن رجليك طاهرتين رجليك طاهرتين نظيفتين ثم تأتي بإناء كبير ثم تضع من هذا الماء الذي قرأنا عليه الرقية ثم تضع عليه ملحا ثم تضع فيه رجليك مرة واحدة في اليوم قبل أن تنام لمدة 21 يوما لحد كام واحدة وشنو هنعمل القصة لي خلي ملك السحر المرشوش أصعب من السحر المأكول والمشروب أنت ممكن استمعت لي حلقة قبل ذلك أو مستمعتاش إن شاء الله سأضع لك رابطها أسفل هذا الفيديو عن السحر المأكول والمشروب وكثير القضاء علينا عليه في ثلاثة أيام بفضل الله سبحانه وتعالى لكن السحر ده صعب صعب جدا السحر ده جماعة خيرها يستمر العلاج معانا فيه لمدة 21 يوما يبقى أدي أول حاجة أهو إحنا عملناها هتجيب الميا دي على اختصار كده سريع تختسل تتوضل خلي رجليك أعزك الله طاهرتين نظيفتين بتجيب إناء تحط عليه ملح ثم تضع فيه رجليك لمدة مثلا ربع ساعة مثلا أو سلس ساعة لمدة 21 يوما مرة واحدة قبل أن تنام طيب خلاص كده ده الشق الأول الشق الثاني ستشرب من هذا الماء سلاسة مرات يومية سلاسة مرات يومية برضو الكلام ده كله يا جماعة الخير لمدة 21 يوما طيب الرقية اللي أنا قرأتها دي هتقرأها انت بقى هتقرأها انت بنفسك كام يا مولانا برضو ثلاث مرات في اليوم لمدة 21 يوما طيب يا مولانا ربما في حد ما يكون يعني أمي ها ما يعرفش يقرأ ولا يكتب خلاص ده يسمعها سماعا يسمعها سماعا يحملها كده من الفيديو أعزكم الله ثم بعد ذلك يسمعها سماعا برضو لمدة 21 يوما بذلك أيها الحب نقول قضينا نهائيا على ذلك السحر الخبيس اللعين السحر المرشوش تكون بذلك انتهت حلقتنا لهذا اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته